لحمة المفرومة ونشوف هنعمل ازاي بربع كيلو كمية حلوة ربع كيلو لحمة المفرومة عندنا ملبسة طماطم، فلفل أخضر، عود كرفس، فلفل حامي شوية كسبرة خضرة وعندنا بصلايا شوية بابركة صغيرين وشوية ملح وفلفل هي دي عمى محمد لتقال خمس أشخاص آه هنشوفها دلوقتي كل حاجة وإحنا شغلين طيب مبدئيا كده بقوم جاب عندي البصلايا ونبدأ اللي إحنا إيه؟ فارمة نعمة جدا جدا على قد ما تقدري تنعامي قوي البصلايا تفرميها فارمة نعمة طبعا لو عندي الكابة ما فيش مشكلة لكن صدقيني بالسكينة أفضل بكتير جدا بعد كده بقوم جاب عندي الطماطم وناخد منها اللح متاعها طيب بالنسبة للبشرة بقى هل ينفع اللي أنا أخدها عشان في ناس برضو محترفة في السكينة ومسكت السكينة ومتعرفش تنعم في الكابة هينفع طبعا ما فيش أي مشكلة خالص لو عايزة تاخد كله في الكابة هيشتغل معاك إن شاء الله زي الفرن زي ما هتشوفها دلوقتي طبعا انت اللي عرفت تجيبيها كده تقطعيها وتنعميها بالسكينة كده شغال ما عرفتيش تروحها على الكابة متاعتك وتفرميها ليه ما باخدش البزر متاعها من جوه عشان ما يخليش الكفتة تكون نعمة معايا وتبقى مسكة نفسها ومسمغة فكرة هيت أنا باخد عندي البصلايا لو معرفتش نعمي بالسكينة وباخد عندي الطماطم نوم حطينا هنا وبقوم واخد معاها كمان الفلفل الرومي بتاعنا بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه اهو وبعد كده نوم قفلين ومشغلين تمام ها قوم واخد عندي البصل اهو منزل البصل ده بس هوا الفكرة بس مجرد ما يلعب معايا منقومش هينينه على طول بلاش نضربه كتير عشان ما ينزلش الماء بتاعته اهو سهلة البصل مع الطماطم اللحم فمش هتلاقي في مية نزل منها ولا حاجة عشان ما يفكش مني الكفتة متاعتنا طيب وهم واخد عندي شوية من الكزبرة المفرومة انا عامها جامد بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ماشي كده وهم واخد على الشروات الخلطة دول شوية بابركة ونقوم واخدين عندنا الملح والفلفل جميل هادي الفلفل وبعد كده بقوم واخد عندي الملح ونسمغهم مع بعض كويس جدا مجموعة الخضار اللي عندنا ديت نموت يعني ماشي وبعد كده تقوم واخد عندك عندنا اللحمة المفرومة نقوم وحطينا عليها كده من فوق ونبدأ حضراتكم كده بكدينا ونسمغ الكلام ده كله مع بعض اللحمة اهم حاجة تكون ايه ملبسة معايا مرسل الربع كيلو اعمل ايه بقى؟ الربع كيلو خلق طلع نص كيلو على طول اهي ها لازم باداية كده شوفتي العجين اكن بعجن بالزبط عشان اسمغ اللحمة تسميغة حلوة ويا سلام لو تسيبيها في التلاجة شوية يكون افضل بكتير جدا نص بتعملها ازاي ضربت معايا كامل نص كيلو على طول اهي وزاي الفل ما شاء الله اهي الربع كيلو اللي احنا عملناه طيب تعالوا ده نعمل ايه؟ نبوم واخدين عندنا بولة قدام الكوهية بحطتها زي ما هي ناية كده بقوم حط عندي فحمية وبقوم منزل عندي شوية زيت ايه الفحمية ونقوم قفلين قفلة كده محترمة عليها شوية ملح وشوية فلفل مية بصل عندنا مية طماطم ونقلب يا استاذ جمل دون مع بعضون كده ماشي اقوم جايب عندي خلة كبيرة هنا الفحم خلاص بص خلط الريحة متاعتها الجميلة وهي ناية كده عادي مش شرط تستوي يعني عشان نديها الفحمية متاعتها نبدأ ناخد عندنا بقى دي بسم الله الرحمن الرحيم ونقوم واخدين مية بصل كده بقدينا ومية طماطم ونقوم واخدينها كده هيت زي ما حضراتك كده شايفين ونبدأ نصبع عندنا الكفتة الجميلة دي اللي وقدة الفحم متاعتها وقدة كل حاجة وبعد كده نروح عندي في جريلة عندي على النار نحط عندنا شوية زيت صغيرين ونبدأ نسوي الكفتة دي هنقدمها مع ايه بقى؟ هنقدمها مع نص كيلو رز بسماتي بالمكسرات عاملينه بالسوداني وبالزبيب تمام؟ وطلع كم صابع كفتة بقى؟ تعال نعد واحد اثنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسع عشر احداشر اثناشر يعني كمان كل واحد ياخد صبعين كنين زي الفل حلو جدا فهمت زي اهو؟ الموضوسة على فكرة الحيتة حلو قوي لان الخضر اللي فيها تسميغة اللي فيها الصح تطلع معاك ان شاء الله مصبوطة جدا طيب نقدمها في ايه بقى بعد ما نخلص؟ هنقدمها معا شوية رز عندنا هنبدأ نشتغل فيهم دلوقتي ناعدوا الرز البسماتي بتاعنا بالمكسرات شوية بهارات شوية كركم عندنا طماطم عندنا شوية سمنة زبيب منقوع في مياه وشوية سوداني جميل ده بالنسبة للمقادير رز بالخلطة هنشتغله دلوقتي ونركز فيه قدام حضرات قهوط يلا نكتب المقادير ونشوف هنعملها ازاي؟ طيب اول حاجة عندنا بجيب عندي البصل احط حل عندي على النار وكرمل عندي البصل بتاعنا ده ماشي ازاي بقى كده اهو عشان هاخد الشربة متاعته وهنعمل منها الرز هادي اول حاجة البصل باخد عندي معلقة سمنة كده حلوة اللي هم حطينا فين في الحلة وبعد كده اقوم واخد عندي البصلية ديت ونبدأ اللي احنا نخلي لها لونها دهبي غامق زي ايه؟ زي بتاعة الكشر كده اقوم واخد البصلية ديت ومنزلنا هنا مستعجلش عليها بقى خالص بقى اسيبها براحتها خالص فهم ازاي؟ لحد ما تاخد اللون وبعد كده اقوم منزل عليها بايه؟ بطبط مية وشوية البهارات وديها الملح والفلفل والمية السخنة واسيبوا ميرلوا مع بعض ابدأ اللي انا صفيها واخد المية ديت ونبدأ نعمل بلا شوقت رز المحترمين في البيت ركزي معاه في الخطوات طيب خلينا نشوف هنعمل ايه دلوقتي تاني علم البصلية عندي تبدأ تشتغل طيب عندنا ستدرين فراخ هينفع نعمل نفس اللي احنا عملناه في اللحمة طبعا ازاي؟ ننزل المئدير خلاص مية الطماطم ومية البصل خلاص عندنا متاعة اللحمة ونقدمها معيش برضو محترم جدا سدرين فراخ بقطعهم اجيبهم من هم الوسط عاديين يعني مثلا يعملوا 300 جرام 350 جرام فلفل الوان احمر اهو اخد حتة فلفل اصفر برضو نفس الكلام بصلية بالشكل اللي حضراتك ده شايفينه هادي الكزبرة قصص جمال ماشي وكل شوية كده جمال نروح فين عندي على البصلية نفضل نقلب فيها قدام حضراتك هيا لحد ما تاخد لس طبعا اخليها بس لونها هيبقى اغمق من كده شوية وبعد كده نبدأ نحط عندنا بقية المكونات بتاعتنا طيب ابدأ افتح عندي الكلام الجميل ده ونقوم حطين عندنا شوية الفلفل وبعد كده نقوم حطين عندنا الملح وبعد كده عندنا التوم البودر ماشي وشوية بابركة صغيرين نبهرهم كده ونقوم قفلين هالخلطة دية ونفرم بعد ما فرمنا نبص بقى الشكل عامل ازاي بعد ما فرمنا كل دماء بعضو واخدت الخلطة متاعتنا بقت عامل ازاي نبدأ حضراتكو اللي احنا ايه نحط عندنا صدور الفراخ اللي اتنين بس اللي احنا عندنا يبقى بعد ما خلطناها هيت نحط عندنا صدور الفراخ بقى اطحم كعبات اتنين وصل كده للطماء وصل كده للطماء خمسين جرام ربعمائة جرام نحط لهم عندنا هنا في الكابة ونديها يا باشا تادي يا باشا كفتة الفراخ متاعتنا والخضار الجميل اهي يعيني عالجمال تفهم ازاي اهي زي الفل طيب نعمل ايه اصبع برضو نفس الكلام ولو عايزة تحط في حماية من دلوقتي يحط في حماية وزبط الدنيا عندي فلفل الوان باقي معايا وهم قطعوا كده ونقوم راحين فين عندي على البصل اللي هنا هو دلوقتي بيقدام الجرام وهم حطينه هنا خلي دي هنا اصاص جمال ده عشان انت حبيبي والله يا اصاص وهدي البصرايا مع الكلف للالوان وبعد كده بقوم واخد عندي الطماطم قطعها عندي كده على اثنين ونبحطينا هنا برضو بعروز بالخلطة يعيني على الجمال وعلى خلطة دي السريقة بقى ما تستعجلش عليها وخليها عندك الكلام ده كله ايه يجبل معايا ويطلع على الروايح الجميلة بص على الكفتة بص على الجمال فين يا عم بقى ده ولا فكت ولا الهوى ولا عمرها تفكوا بفضل الله خلاص عملناها صحة وسمغناها صح تطلع معايا ايه شوية كفتة مزبوطين قوي هنبكنهم هنا بقى لحد ما يبدأوا ايه يكملوا التسوية متاعتهم هنا بهد النار عليهم وممكن اجيب فويل كده ويكملوا التسوية متاعتهم نرجع هنا شوية البصل اللي احنا بنعملهم اي شوية خضرة عندك نعملوا بيهم الرنياش ده يطلع معاك حاجة محترمة جدا هنا بجيب عندي شوية البهارات بقى شوية بهارات كده شوية بهارات كده شوية قرفة شوية كركم واجهين قوم رايحين بشوية فلفل اهو هم قلبين كل دوع بعضه كل ما تسبيها على النار تتحمص كل ما تطلع لك شوية رز بالخلطة او تطلع البيون اللي احنا عايزينه محترم جدا والغامق قوي ويطلع حاجة كده جميلة صراحة تاكل صابع كراوة في الفكرة انت ما تستعجلش عليها وتقوم حتى الميا لا تسبيها براحيتها خالص عايزة تحط لها ورق لورا لكن مش محتاجها ورق لورا ولا حبان خلاص الفكرة اصلا هي فيها بهارات وفيها كركم وفيها قرفة وفيها بصل اي خضار عندك افتح درجة تلاجة كده وشوية تلرجة في اللي عندك دول بتلاقي شوية حاجات كده باقي نص بصلية نص طمط مية حطاهم في عرب طبعا وحفزاهم في التلاجة طلعيهم وحطيهم في الخلطة دية نقوم رايحين ونقوم واخدين عندنا المية السخنة وزا ما انت شايفين اللون نفسه متاع الرزق هيبقى عامل كده بالزبط نص بط الملح الجميل ونقوم مقلبين واسيبها طبعا يغلو مع بعض ملاش اللي انا استعجل عليها ونبدأ اللي هنصف المية لا سيبيها برضو تغني مع الخضار وتاخد الطعم الحلو وبعد كده نبدأ اللي احنا ايه نرجع عليها تاني موضوع باقي هنا الكفتة هادي الكفتة التراخ بسم الله الرحمن الرحيم من غير بقى من غير بقى نحط فحمه من غير اي حاجة خالص الفكرة انت بتعملي كده هي مية البصل جنب حضركك كده ومية الطماطم وتبدأ تصبعي من غير خلا ومن غير اي حاجة بالمناسبة يعني خلاص اهي كده ونقوم حطينا كده بالشكل ده ونطلع فاصل صغير ان شاء الله وهنسويها زي الكفتة تبدي هنقدمها مع ايه؟ معيش اللي عايز يقدم مع رز يقدم اللي عايز يقدم مع عيش يقدم نشتغل دلوقتي في كفتة الفراخ الجميلة نبدأ شوية زي كده صغيرين ونسوي ساعات الباشا كل ده مع بعض اهو كم صابع؟ سديني اتنين تلتمية وخمسين جرام طلعنا كم عشر صابع؟ هادي الفكرة طيب هنقدمه مع ايه؟ الكفتة ما اكيد مش هتقدم لوحدها يعني اما عيش بلدي او طحينة وده احسن حاجة واقرب حاجة واوفر حاجة انت تقدميها معيش شوية عيش بلدي وطحينة او تقدميها النهاردة اللي احنا نعملها في شوية خبز كده نعملهم برضو في البيت بص المية عاملة ازاي؟ حلو؟ بقت غام اهيت ونقلب ولو حسيت اللي المية عندي زيادة قبل ما يختم كده بقوم واخد عندي شوية من المية ديت هطوم هنا في البولة ونخلي دولي حاجة تانية اه كانت زيادة جدا يعني اهي كده بقى مظبوط جدا الحمد لله كده تمام نديها التقليلية متاعتها التمام وبعد كده نبدأ اللي احنا ايه؟ وقط عليها ونزبطها طيب هنا بقى نرجع كفتة الفراخ ماشا الله ما بتفكش هياة ولا حاجة نسمغة معايا لان طبعا زي ما انتم اعطين صدور الفراخ جيلاتينية ما بتفكش ولا حاجة نخلي اللي عايز واخد تسويه ده هنا عند العين والتاني ده اللي خد لهم نجيبه عالجنب هنا ونكمل التاسوية بتاعة نبص عالكوفتها عالجمل ونبص الاخبار بص الجمل اهي شوية الكوفتة والله حاجة محترمة قوي راحتها تجنن ماشي نبط عليها نعمل ايدي الوقتي بقى اجيب عندي طاصة ونقوم ماخدين عندنا نعمل شوية المكسطات اللي هنحطوهم فين عندي على الرز سيح عندي السمنة معلقة السمنة كده حلوة وبعد كده نقوم بالزبيب خطينه في مياه نبدأ ان احنا نصفيه من المياه متاعته وبعد ما بنسيح السمنة قدام حضراتكو هيا ونتأكد اياه ساحب نبدأ حضراتكو اللي احنا نضيف عندنا لإيه الزبيب بس لازم تسخن الاول شوية ده هنطلع البشا ده حط الزبيب ونسيبه عندنا الكربل لإن يبقى فيه سكر هيبدأ يبقلل معايا كده ويطلع يعمل كراميل معايا وبعد كده نبدأ نحط النازل بين بالسوداني طيب لنسبة للفراج هنقدم معايا ايه؟ هنقدم معايا عيش محترم جدا عيش بالزبادي محترم أو خبز بالفلفلية الزي بيتعامل لبن ودقيق 3 كبات دقيق معلقتين زبدة علبة زبادة صغيرة شوية سكر وشوية خميرة وشوية ملح 3 كبات دقيق كبه الصغيرة بس هنا وراء ومعلقتين زبدة شوية سكر وخميرة ومعلقة زبدة وبعد كده نروح فين وهم واخدين الكلام ده واخدين الزبدة دي حطينا هنا على الدقيق وحطين السكر هنا أستاذ والخميرة معلقة كبيرة من الخميرة الفورية ونحط عندنا علبة الزبادي نقوم واخدين عندنا شوية من الملح ونروح فين أساس جمل عندي على العجان ننعم الكلام ده كله مع بعض وننزل ونشغل على الصرحة الأولى هنا الزبيب بص بعمل ازاي أهو يكرمل معايا يكمل معايا الزبيب كده كرمانة بتاعتها هي قدامك كده نقوم نزل عندنا بإيه بشوية سوداني بالشكل ده نص باشا أهو ما شاء الله نركن ده جانبا هنا ونقوم إيه قفلينها اهو جميل نقوم قفلين ونسيب الحاجة دي تسخلى معايا لحينة إيه التقديم طيب نرجع حينة بقى للعجينة متاعتنا نبدأ ننزل عندنا باللبن لعد ما تبدأ الليها تتعجن معايا ونراحة خلص عشي خلي بالك واخدة إيه واخدة زبدة واخدة زبيب طب الراحة طبعا عن البن عشان تصبت تطلع معانا مظبوطة اعتقد كده مش محتاجة مادة سايلة تاني وتمام التمام طوم هنا مع العج بقى طوم وكلف الألوان أحمر هادو قدام حضركة هوت فلفل حامي ماشي الكلام كده الجميل زيت زاتون شوية بابريكا شوية الملح وبعد كده نقوم مقفلين على الكلام ده كله ونضرب اوعى الريحة اوعى الروايح شغل عالي ماشي الكلام تعالوا بقى نشوف ايه هنا العجينة بص العجينة خلاصة هي بسيبها بقى تتخدم معايا اكتر يعني نشيبها بقى على السرعة الاولى براحيتها خالص لحد ما تبدل تزبط معايا تعجب معايا في التمام طيب العجينة ديت باخدها بكورها على اربعة يعني بعملها على اربع كور وبعد كده بابنى نبدأ اللي احنا اين نسيبها هترتاح بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه وشوية دي صغيرين امكيمه درجة حرارة الفرن بتبقى عالية ماشي عشان هنغبز العش ده ننقدوه مع كفتة الايه الفراخ هنجيب صج شوية دي صغيرين كده نشغل الفرن على الاخر على درجة حرارة وبعد كده نقوم واخدين عندنا العش بتاعنا هوت ونقحين فين عندي على الصغ بالشكل ده تمام شوية الفلفلية المحترمين دول اهو الله تيتاكل ده مجر حاجة ده ينفع طبعا تحط زيت درة مكان زيت الزتون ماشي وبعد كده نقوم واخدين عندنا على الفرن ونسوي نعمل واحدة كمان قبل ما نطلع فاصل نعمل واحدة كمان اهو من الشكل اللي حضرات كنا شايفينه اهو ونفرد وبعد كده نقوم جايبين عندنا الصغ شوية دي صغيرين عليهم كده من فوق ونقوم واخدين عندنا العيش ناخد الخلطة الجامدة دي ونقوم فردين هكده عليها من فوق وندخل عندنا فين الفرن اه على درجة حرارة عندك ريحة الفلفلية دي مش طبعية نودي وبعد ما استوي هوروه دي نروس نروس العيش وبعد كده نبدأ نروس عليه الكوفة متاعتنا كفتة الفراخ مش طبعية بص عامنا ازاي الشكل انتاحه ما شاء الله في التمام الرز هنا الاخبار الرز هنا استوى تماما اهو شوية رز مصي ما شاء الله عاملين ازاي بقى الخلطة اللي احنا عاملينها فيها نقفل كده كل حاجة بقت جاهزة والعيش بقى جاهز الكله قبل ما اطلع بس بعمل في حاجة باجيب عندي خبزة برضو فكرة تالتة لأصناف بتاعتك اللي انت ممكن تعمليها بجيب عندي خلة صغيرة بلعيش ده بيتعمل عبارة عندي ايه وزبدة وشوية ملح ومية بس وبتحط على الطاصة على الجنبين يطلع معاك بالشكل ده تماما عامل ايه لفاة كده لفاة دي لفاة دي لفاة دي كده وبعد كده تيجي من هنا كده وجاي بخلة ايه غرزة هنا كده اهي عشان يطلع بالاخر كده نعمل ايه بداف ده بقى نقومنا زينو الزيت نقليه في زيت وبعد ما يتقليه في زيت بيتعملوا خلطة جامدة من هنا بالفلاخ والرز بالكفتة بص قدمناهم ازاي رسينا الكفتة كده بالشكل اللي حضراتك كده شايفينه وبعد كده نقوم واخدين عندنا شوية المكسرات الحلوين دول كده حطينهم من فوق الزبيب والسوداني تماما والطبق ده زي ما اتفقنا عاملينه بربع كيلو من اللحمة نص كيلو من الرز اتفهم ازاي ويطلع بالشكل ده طي وربع كباة ثلاث معالق زبيب وثلاث معالق من السوداني يطلعلك طبق محترم زي ده طيب العيش هادي العيش بتاعنا اللي احنا عملله بالفلفلية ما شاء الله ما شاء الله اهو بصوا طلعا عامل ازاي طاري جدا جدا لان بالزبادي طيب نحطينه بالشكل ده عايزة تحط معها بصل وصماء برضو شغال ومفيش مشكلة خالص اهو الصلاة النبي اهو يا بشر ده بالنسبة لايه للعيش بتاعنا اللي احنا عاملينه بالفلفلية عشان الله عاجبكو قوي طيب نقوم واخدين عندنا شوية كده خيار مخلل عليه كده ونقوم واخدين عندنا الكفتة ونقوم رصينها بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه كل واحد ياخد ونقل في الزيت لحد ما ايه بيتحمص معي ويبقى اللون متاعه دهب زي اللي حضراتكم كده شايفينه فهنا ازاي نبدأ بقى ايه نشيل الخلة بعد ما يطلع من الزيت مباشرة نشيل الخلة اهو شايف يا جمال الخلة اهي خلاص بقى اهو بص اهو اهي اهي نص فيفضل يكونوا كده زي ما هو ماسك نفسه اهو اهو يفضل كده ماسك نفسه لكن ما ينفعش ينشيل الخلة دلوقت لم ينزل الزيت الاول وايه ايه يحمر معاه طيب نخش عندنا ازاي بقى هحشي ايه هجيب عندي ستدرين صغيرين من صدور التراخ وجبة للاطفال تقطاري تقطاري اللي حضرته الوجبة المناسبة ليكي وامكانياتك وتعمليها اهه ايه دي عندنا البولة حاضر ايه دي عندنا صدور فراخة واستاز هجيبوه مقطحهم عندنا ايه مكعبات بالفلات متاعتهم كده كده مكعبات زي الفل زي الفل اهو نبدأ نحط عندنا ايه بصة باشا شوية هدسوس هنا صغيرين شوية توم بودر وبصل بودر برضو في التدبيلة شوية من الملح والفلفل ممكن تقدر تحط كاتشا بمكان الهدسوس عادي شوية ملح وشوية فلفل وبعد كده نقوم واخدين عندنا شوية من اللبن الرايب حواليج ربع كباية من اللبن الرايب تديها طرواة معايا تطلع زي الفل اقلب التدبيلة الجامدة ديات مع بعضها ماشي كده اهو وبعد كده نقوم واخدين عندنا صدور الفراخ متاعاتنا ديات وتقوم وحطينا هنا اقلب وانسيبها في التلاجة يعني ساعة ولا حاجة تزبط معايا الاداة ماشي كده بعد ما تبناها زي ما اتفقنا نسيبها ايه ساعة نبص هنا على الزيت بتاعنا يبقى سخن معايا نبدأ نحط عندنا الكونو بتاعنا اهو قدام حضراتكو بسم الله رحمون رحيم اهو شايف انا بعمل ايه الحركة ديات مفيش اسهل من كده ليه بقى عشان لو انا سبتها ممكن ايه الكورني ما يتزبطش معايا فبحط ليه في النص كده لحد بس ما ايه ما العصب بتاعه يمسك كويس جدا في الزيت اهو شايفة اهو وبقى افضل اقلب لحد ما يبدأ يلوه يحمر معايا عشان لو سبتوا الفتحة دي بتقفل لو السنة سبتها العيش الفتحة دي بتقفل فعنى عشان اضمن ليه ما تقفلش معايا بافضل لنا اقلب اهو ومعايا اي معدن كده بكون فاتح عندي الفتحة بتاعة الكورني دي يا اساس جمال دي اه خلاص كده مش هتقفل بقى خلاص شاو هامل فكرة الوصفات دي انتو بتشوفوها على على مثلا على التيك توك مثلا ولا حاجة ولكن ما بتشوفوش التكنيك بتاعها بتعمل ازاي فهو يحط الكورني يطلع اما لازم الفكرة بكلم فيها ان الحاجات ديات لازم تتشرح كويس خلت تتشل امتى هو بيبقاش فيه وقت لان هو بيبقى معتمد على الاكلات السريعة و 30 ثانية فعمله ما نشطح التكنيك الخاص بالوصفة على قد ما بيقدر طبعا هو مش انا امش عليه ولا حاجة اما اتكلمك فيه تكنيك لازم يتشرح كويس فيه وصفات تنفع وفيه وصفات تنفعش اتكلمك على وصفات السريعة يعني شايفة ازاي بقى اهو نضرب فرقة هيا بعد التدبيلة نضرب حطنا بديق مبهر اهو نضغط قوي ديق عليه بابريكا وعليه شوية آآ ملح وشوية بهارات واضغط بقى الضغط ديت وبعد كده واقوم جاب عندي مصفة كده اهو وهم خطين صدور الفراخ اللي احنا مقطعينا مكعبات ديت ومتابلنا بالشكل ده استاذ اهو شايفة ازاي بقت موجودة عندها هيا نعمل اي بقى نروح عندي على الزيت السخم وننزل مقلب حد ما تاخد النون الدهبي وهنا بقى أستاذ جمل بجيب عندي الخاص انا خلاص ان شاء الله هادي خاص اهو زي ما حضركم كده شايفين هاخد عندي طماطم شرايح على الخاص شوية خيار كده مخللين على الخاص نفسه اهو وبعد كده بنقوم واخدين عندنا الكورنية واساس جمل ونحشي الجو ده كده اهو صدور فراخ المقرمشة اللي قدام حضراك ديت حلو والله قوي والأطفالي يحبوها جدا جدا الفكرة فيه بقى هنا كاتشب مايونيز ونقدمك كده بالشكل نحشي تانية جمل بص يا جمل اهو هناخد مايونيز وكاتشب وبعد كده نبدأ نرص هوت حاجة جميلة قوي هوا ده الشغل العالي بقى خلاص كده خلصنا هتمنى ان شاء الله الحلقة الاعجابكم نقعد نبدأ نحشي خاص كده واخير مخلل ونحشيها كده ونروقها وناخد عندنا قطع صدور الفراخ بص مستويه ازاي نبدأ نحطها هيت ولو سبتها في التدبيل يكون افضل بكتير جدا كل ما توسعي الفتحة متاعت الكونو كل ما يكون افضل بكتير جدا وتاخد حشوات كتيرة برضو عندك انشاء موضوع نحشوات كده في الصمتحة ويجعل الؚمال انشاء موضوع در دعيزة انشاء جدا انشاء موضوع انشاء موضوع شكرا موضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة